ينضم إلينا الدكتور صلاح الدين الحلبي اختصاصي بأمراض العين وجراحتها صباح الخير صباح الخير يا رو أهلا وسهلا فيكم خلينا نشرح للمشاهدين أكتر عن كسل العين وبأي عمر بيصيب الأطفال طبعا هذا الموضوع كتير مهم يدول كتير على وسائل التواصل أو الأسئلة التي تجينا من المرضى هل ممكن أن نعالج الكسل الوظيفي عن طريق الليزر أو زراعة العدسات الزكية طبعا بداية الكسل الوظيفي أو ما يسمى علميا الغطش أو الغمش مثل ما حضرتك تفضلتي هو انخفاض أو تدني بالقدرة البصرية لدى الطفل طبعا ينجم عن التطور البصري غير الطبيعي أو بمعنى تاني هو فقدان التواصل ما بين العين والدماغ طبعا العين مع سلامة الوظيفة العضوية للعين وسلامة الوظيفة العضوية للدماغ من شان نفهم هذا الموضوع أكتر لازم نحكي شوي عن الفيزيولوجية الطبيعية للرؤية أو كيف تحدث الرؤية بشكل عام طبعا العين هي كاميرا هي اللي بتلتقط جميع الصور والأخيلة هالي بدورة تؤديها للشبكية الشبكية بتعطيها للدماغ والدماغ يعطينا الصورة المناسبة التطور البصري الطبيعي عنده الطفل لازم يكون ما بين التسعة أو إدعشر سنة يعني تثبيت النظر ما بين التسعة أو إدعشر سنة في بعض المراجع شلون يعني جزبنا الطفل عمره أقل من تسع سنوات حطيناه بغرفة مظلمة لمدة سنة بيطلع أكيد فاقد الرؤية أو ممكن أنه يكون عنده تدني كبير بالقدرة البصرية طيب أخذنا نفس الطفل ولكن عمره ما بعدت إدعشر سنة حطيناه نفس الغرفة المظلمة لمدة سنة كاملة بيطلع محتفظ بنفس القدرة البصرية اللي اكتسب خلال التسع سنوات هذا التطور البصري الطبيعي طيب مثل ما بنعرف يعني الطفل بيجي صغير يعني حتى ما بتحاكي لأمه بتحسه أنه ما كتير بتحرك أو بتفاعل ما على أنه بحكمه أنه هو الطفل الصغير كيف أنا ممكن كأم عندي طفل رضي أعرف أنه طفلي عم بيعاني من أعراض مطبيعي ولازم أنتجه في نحو دكتور العيون تماما هلأ خلال السنة الأولى من العمر الطفل بيشوف أخيلة فقط ولكن ما بعد السنة بيبلش عادي يشوف ممكن أنه حسب الحالة أو نوع الكسر الوظيفي هاللي عيتردد لألوحه حسب المرض لهذا السبب نحن عنحكي بشكل بسيط عن أنواع الكسر ومنفوت فورا على أسبابه وعلاجه حسب كل حالة هي هي الأفضل في عنا ثلاث أنواع أساسية للكسر الوظيفي في عنا الكسر الوظيفي الحولي أو عنده الطفل بيكون عنده حول هو خلق عنده حول عنده ارتخاء بالعضلات بعين واحدة أو بالاثنين هلأ نحكي عليهم بس قليني أعدل ثلاثة بعدين نحط كل واحدة لحالة النوع الثاني هو الكسر الوظيفي الانكساري أو أسوأ انكسار الثالث هو الكسر الوظيفي الناجم عن الحرمان حيث نكون وضحنا بشكل أسرع وحدة وحدة أولا الشي الحولي نحن بيكون عند الطفل حول طبعا الحول هو ارتخاء بالعضلات إما يكون على الجهة الأنسية أو الوحشية يعني إما يكون على عينتين أو عين واحدة بهذه الحالة ما عندنا أي نقص عند الطفل أبدا طبعا الطفل وتكون عندنا عينتين بمحور نظامي الخيال بيجي على الدماغ صورة واحدة وما في عنا أي مشكلة ولكن عند الحول بيصير عنا خيالين لهذا السبب الدماغ ما بيحسن يشوف الخيالين سوا من شان ما يساوي ازدواجية بيشوف بأحد العينتين العين اللي عايشوف فيها هي عاد تكون الأقوى العين الثانية عاد تكون فيها كسل وظيفة لهذا السبب بهي الحالة علاجها هي جراحيا يجب علاج الحول جراحيا بعدين بيرجع الحالة لطبيعتها فورا فورا لازم نعمل هاي عملية حقيقة هذا بيخلق الطفل معه هو الفورا يعني مو والله خلال العمر التسع سنوات فورا لازم نعمل عملية تماما على الفحص فورا أنا بساوي العملية من عمر الست شهر حتى التسع حتى الاربعين سنة النتائج سليمية بالمئة بتكون تعود الرؤية كما هي والعينين لشكل طبيعي طبعا تطابق الصور عدم ازدواجية العينتين بيقوا نفس الشيء طبعا بهي الحالة بيراجع مثل ما تفضلت بيراجع الأهل الطبيب أنه عنده حوال وهذا نفحص ما بيكون عنده نقص أبدا هذا منسميه حوال حقيقي بده علاج جراحي النوع الثاني هو الانكساري الكسر الوظيفي الانكساري ما الانكسار يعني أسواء الانكسار يعني لدينا ثلاث أنواع أساسية أسواء الانكسار أو النقص لدينا الحسر أو الميوب نحنا نسميه علميا النوع الثاني هو المد البصر أو نحنا نسميه الهبرمتروب الثالث هو الانحراف أي نوع من الأنواع ممكن يصيب الطفل بس لازم يكون عين أكثر من عين يعني إذا كان مثلا نص درجة درجة عنده الطفل ممكن هذا الدماغ يفسره بشكل طبيعي ولكن إذا كانت النسبة كثير عالية نعتبر أحد العينتين خمس درجات العين الثانية نص درجة طبعاً هيعتمد الدماغ على العين القوية والعين الضعيفة هيصير فيها عندها كسل طبعاً كل هذا نحكي ما قبل التسع سنوات عند الأطفال ما نحكي بأعمار كبيرة كبيرة صح بهذه الحالة بيراجع فعلاً متراجع الأهل أنه في عنا حول بالعين الضعيفة ويتراجعونا نفحص بيكون في عنا مد أو أي نوع من أنواع الانكسار منعالجه ومنساوي تغطية للعين القوية تغطية يعني بتسكروها؟ أيوة منسكر العين ممكن 8 ساعات لمدة 15 يوم حسب الحالة حقيقة ممكن نطول لأشهر بهذه الحالة طب الطفل يعني بردأ أنه يغطي عينه وأكيد يعزبكم هذه القصة أنا دائما بقول للأهل سكروه عينه وعطوه الموبايل ما لدينا أي مشكلة إطلاقاً لازم يحفز العين بشكل أكبر بساعات أطول وممكن تشفى العين يعني خاصة إذا كان في قصر نظر مثلاً إذا كنا نحنا قصر نظر ما يشفى ولكن نحنا حطينا النظارة رجعنا الحالة لطبيعتها جاعدين سكرنا بعد فترة ممكن أن نلاقي العلاج كثير ناجح طبعاً هذا الإنكساري النوع الثالث هو الناجم عن الحرمان حقيقة ناجم عن الحرمان يعني كل الصور والأخير اللي لازم تجي على الشبكية ما عم تفوت على الشبكية بشكل صحيح في عنا عدة أمراض تؤدي لهذا الشي الأشياء عند الأطفال هو الساد الولادي أو الماء البيضاء أو عتامة العدسة طبعاً هاي علاجة جراحياً متما زرعنا العدسة بيرجع لحالته الطبيعية بصير الصور تصل للشبكية ويرجع الرؤية طبيعية ويروح الكثير بشكل كامل المرض الثاني ممكن غليكومة أو نسميه نحنا الزرق أو ارتفاع ضغط العين كمان ممكن أنه يصيب العصب البصري لهذا السبب بده كمان العملية جراحية الزرق عمليته جراحية حتمان مع الأدوية من شان ضبط ضغط العين ما يؤدي للحالة لطبيعته مرة تانية وممكن أنه نشوف مرة تانية المرض الثالث ممكن نقول هو إنسدال الجفن هاي كثير شائع تمام يعني عنا عين طبيعية والعين نازلة تماماً حتى لو كانت ملي واحد أو مليين ولا لازم تكون فيه نزول قوي صحيح لازم تكون نازلة تحت الحبقة تماماً يعني عم تغطي الرؤية لهذا السبب يجب علاجه نحنا كل اللي حكيناه ممكن علاجه خلال التسع سنوات ويرجع الحالة طبيعية مئة بالمئة هذا في حال اكتشاف أحد هذه الأعراض في سن مبكرة صحيح وتم تدارك الموضوع من قبل الأهل وتم العلاج في حال ما تم الكشف بشكل مبكرة تمام هلأ نحكي عليه بس في آخر لقطة بس هي ممكن الالتهابات أو عندنا كثافة القرنية هي آخر نوع من الأنواع اللي ممكن أنه تساوي حرمان للرؤية هي الالتهابات الجرسومية أو الفيروسية هاللي بتؤدي لعتامة القرنية بهذه الحالة يجب علاجه وبترجع للحالة الطبيعية أما إذا نحكي ما بعد التسع سنوات للأسف الكسر الوظيفي ليس علاج له إطلاقاً في بعض الدراسات هاللي بتساوي الفيزوتربية أنه نحن نحسن نحفز الخلايا على الاستجابة ولكن حد الآن ما في أي تطور بهذا الموضوع يعني ما شفنا نحن إنسان تعالج من الكسر الوظيفي ما بعد التسع سنوات لهذا السبب الأسئلة التي سألتها أول شيء هل الليزر أو الإكزيمان الليزر أو الفينتوليزك أو عمليات زراعة العدسات الزكية بتصلح الكسر الوظيفي أكيد لا لا بتصلح أبداً طيب يعني بشكل عام أيضاً أنا عم بقرأ الموضوع في قطرات عينية اسمها الأتروبين صحيح هاي موسعات حدقة هاي شو قالت عمله وإمتى ممكن استخدامه؟ طمم هل العلاج قلت لك هو تغطية العين صح؟ الأتروبين هو موسع حدقي مديد ممكن يضل حد أربع خمسة أيام أحسن من السايكلوجين أو السايكلوبينات هدلون كلياتهم كمان موسعات حدقة بتغبش العين السليمة وبتخلي العين الضعيفة أنه تقوى بشكل كامل يعني ممكن هذه العلاجات ولكن هلأ ما عم نطبقها صراحة الأتروبين وكل أنواع موسعات حدقة ممكن أن ترفع ضغط العين لهذا السبب إذا استخدمنا هذا العلاج يجب على الأهل مراجعة طبيب بشكل دوري تكون هناك عطول في انتظام بمراجعة الطبيب يعني مع أن أنت دكتور عين وحابين فعلا اليوم نحكي أكثر موضوع العيون نعطي لك كل أم جديدة اليوم بعض النصائح كيف تتعامل مع عيون طفلها كيف في حال ظهرت أحد الأعراض حتى فعلا تلحقوا لأنه مثل ما ذكرت كل شي علاج قبل تسع سنوات هو يؤدي إلى نتيجة جيدة لكن بعد تسع سنوات سيكون مكفات بالأسف طبعا أهم شي هو الفحص الدوري للطفل بعد السنة يجب فحص كل الأطفال صراحة لي مرة واحدة كافية إذا كان في عنا مشكلة يجب فحص دوري ستة شهر للسنة إذا كان ما في أي مشكلة ما عد يطلع له مشكلة لاحقا يعني فحصنا الطفل وطلع ما في شيء أبدا هل مثلا في فحص ما بتجي البابي بالمشفى بفحصه وكل شيء هل هذا كافي؟ لا لا هذا مو كافي هذا نفحص مجرى الدمع أكثر الشيء ممكن أنه نسبة كبيرة يطلع تسكير مجرى الدمع ممكن أن نشوف الأوساط الشفافة للعين بهذا العمر فقط ولكن كيف عملية الرؤية تكون يجب فحصه بعد السنة حقيقة هلأ الطفل ما بيشوفه بعد السنة؟ لا هو بيشوفه بس بيشوف أخيله هلأ هو أول ما يدقي؟ يعني لا يدقيق بالأشخاص المقربين مسلمين بس أين أنت بيعرف؟ ممكن بعد الستة شهر حتى السنة ممكن يدقيق أول ما يجي أبدا ولا أي راكشن ممكن تحمل الطفلة تبعي أما ولكن بعد السنة يجرب حملها أنا ستشهر يعني بلج أبنيين تحكي أبل لا أبدا في أي راكشن بتحس بستشهر بيعافي الأم بتحكي الأم أبل يعني إذا بتسمع شي حتى قدام أي شيء ما عادي ولكن يجب أنه يكون عنده تفاعل ضوئي طبعا يعني لازم يتحرك حسب الضو الضو شعل، الضو طفا هذا كلاته لازم يبين معنا يعني في بعث أن الأطفال لما أنت بتعوده ينام بالليل لما هو بيحس حتى لو مشايف أنه الدنيا ليه ينام فترة أطول لأنه هو حاسس بالضوء صحيح تماما طيب ختاما خلينا بس نرجع للموضوع ونختم فيه أنه أيضا يعني ممكن تصل الحالة إلى فقدان البصر الدائم أمتى؟ الكسر الوظيفي لا يمكن أنه يفقد البصر بشكل كامل أنه ما يشوف أبدا لا ولكن تتني كتير قوي بالقدرة البصرية يعني ويتسكر له عينه ممكن أنه يشوف أخيلة فقط يعني ما بحسن يميز الشخص هاي هي الكسر الوظيفي ولا فقدان الرؤية هذا موضوع ثاني إطلاقا مثل ما ذكرت أنه الأهل لازم ينتبهوا بوقت مبكر لحتى يرجعوا لطبيب العيون وتم حل هذه المشكلة بأنجح طريقة شكرا لك دكتور صلاح الدين الحالة على كل هذه المعلومات شرفتنا وانا رأي صباح ماليو شكرا لك شكرا لك موسيقى موسيقى